لن تكاهن بما سيحصل ولكن أفضل حل لهذا الوضع مع عدم التصعيد هو لكي توقف الحوثين عن هجومهم بما أنهم لم يضرعوا رغبة في ذلك فسوف نفسنا كلما علينا فعله لحماية الشحن في البحر الأحمر ولن أجيب أكثر من ذلك كيف تتوقعون رد على الحوثين بهذا الشكل؟ مهمة هي ردعي الهجمات ومنع من الحصول وكانت ناجحا بشكل كبير من خلال إسقاط كل ما يطلقونه من السماء نحن نطالب مرة أخرى وكما قلت نطالب الحوثين بوقف هذه الهجمات وسكرر ما قلته فسوف يتحملون عواقب أي فشل في القيام ذلك سؤال عن إسرائيل قلتم بأن رئيس بايدن تحدث مع ناتينياهم حسب علمنا أنه تحدث في نهاية شهر ديسمبر أي منذ 18 يوما منذ تحدث بايدن مع رئيس الوزراء وهذه أطول وفترة مضت منذ أن يتحدث منذ بداية الحرب الوزير بلنكين في المنطقة ولكنهم لم يتحدث بايدن مع ناتينهم 13 يوما وهذا يعبر ذلك عن علاقة بينهما حقيقة تعدم متحدثهم ليعدم الأيام أنت قلت 18 يوما هذا لا يعبرني أي شيء عن العلاقة بين رئيس الوزراء ورئيسنا أو بين أمريكا وإسرائيل كل واحد يعرف الآخر بشكل جيد منذ فترة طويلة وسيتحدث ثاني مرة أخرى لدي أدنى شك في ذلك ولكن أنا ما كنت ليحلل ذلك بأي شكل فيما خصى عدد الأيام ومعنى ذلك عن العلاقة أنت محق الوزير بلنكين في المنطقة اليوم وأعتقد أنهم في طريقه إلى البحرين أم أنه وصل إلى البحرين بعد أن انهى اجتماعاته في إسرائيل هذه زيارته الخامسة أو السادسة فالعلاقة بين أمريكا وإسرائيل قوية جدا علاقة الرئيس بنتينياهم هل هي قوية اليوم كما كانت في بداية الحرب ما أقوله هناك لا تستنع تحكم علاقات العلاقة حسب بعض المرات تحدثت فيها عبر الهاتف يعرف أن بعضهم البعض من فترة طويلة جدا بالتأكيد لا اتفقاني على كل شيء ونحن نعمل عدد مسائل الآن فيما يخص القتال في غزة ولكن هذا لا يعني من أنهما لا يوجد خط مفتوح بينهما وإذا ما شعر أي أحد منهم أنه يحب التواصل مع الآخر فسيحصل ذلك لسي لدي أدنى شك أنهم سيتحدثان مرة أخرى بعد زيادة الهجمات في البحر الأحمر الخطوات الآن لم تنجح في رجع الحوثيين لقد أجبت عن هذا السؤال قبل قليل هل قد تحدثنا المزيد عن أي شيء إضافي ممكن أن تفعلونه لقد حذرنا الحوثيين ووضعنا السفن في البحر الأحمر ولديهم الخيار والخيار الصحيح وقف هذه الهجمات وكما قلت وأكرر مرة أخرى لمرة ثالثة سوف يتحملون عواقب عزمة لذلك هناك تسجيل مصور لإطلاق النار من قبل الجنود الإسرائيلي على الفلسطينية في الضفة الغربية أهل إدارة على ذرا بذلك وإطلاق النار وما قلقكم حول ما حصل في الضفة الغربية وكيف يمكن السبب في تصعيد النساء هذه أول مرة أسمع عن هذه التقارير لا أستطيع أن أتحدث عن مسؤال وعي في الإدارة هذه أول مرة أسمع هذه القصة سأرد على السؤال لاحقا ولكن الرئيس التحدث حتى من وقت مبكر جدا عن تخوف من العنف في الضفة الغربية والذي قام به المسطنون المتشددون وكيف يعارض ذلك وهذا العنف يجب أن أتوقف حول الوزير أوستن عندما أدرك جيك سلوفن أن أوستن في المستشفى هل سأل لماذا؟ هل منح سببنا؟ نعم بكل تأكيد أراد أن يعرف لماذا الوزير أوستن في المستشفى ولكن لن نتحدث عن التفاصيل وكل مكالمة جريناها مع وزارة الدفاع منذ اكتشافنا للأمر بلا شك كلنا تابعنا الفضول لمعرفة ما حصله وزير الدفاع وعضو رئيسي في هذه الإدارة إذن هذا هو جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض وفي جديد التصريحات تقول أمريكا بأنها ستفعل كل ما في وسعها لحماية الملاحة في البحر الأحمر أمريكا أيضا تحذر الحوثي من استمرار زعزعة أمن البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة